للقلب جناحاني للنور يطيراني والله هدى قلبي لذروب الإيمان للقلب جناحاني للنور يطيراني والله هدى قلبي لذروب الإيمان يا رب لك النعمى ذلمني وذشاني اهدى الناس جميعا للنور الرباني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أهلا وسهلا بكم أعزاء المشاهدين مع حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد كيف أسلمت في هذا البرنامج نلتقي مع كوكبة من إخواننا وأخواتنا الذين دخلوا في هذا الدين العظيم بعد بحث وفحص لجميع الأديان الأخرى التي عرفوها حتى وجدوا طريق الحق ودخلوا في دين الله أفواجه في هذه الحلقة نلتقي مع الأخت ساكينة من بورتريكو أهلا بك أختي ساكينة وشكرا لانضمامك معنا شكرا لك من دواعي سروري شكرا من فضلك عرفي عن نفسك اسمي ساكينة تاردونا أنا من بورتريكو ودخلت في الإسلام عام 2001 ما شاء الله وماذا عن حياتك المهنية؟ الآن أنا أكتب لنفسي عمل مستقل إذا؟ نعم وهذا ما أقوم به لدي كتابا نعم في الواقع أحدهما مع المحرر مع المحرر؟ نعم نعم وسوف يصدر قريبا والآخر تم نشره نشر نعم ما شاء الله متى كانت بداية تعرفك إلى الإسلام؟ بداية تعرفي على الإسلام عندما كنت أعمل في المطار في المطار؟ نعم في الولايات المتحدة؟ نعم في الولايات المتحدة وقد اعتدت على رؤية المسلمين في المطار كنت أراهم دائما مسلمون أمريكيون؟ في ذلك الوقت لا كان هذا قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر لذا كان لدينا مختلف الجنسيات مثل مصر والسودان ومن كل مكان مسلمون مختلفون من كل مكان ليس من الولايات المتحدة فقط في الواقع أنا أربط الإسلام بالأمريكيين فقد كنت أعتقد سابقاً أن الإسلام للعربي فقط فهمت سبحان الله إذن كنت تشاهدين هؤلاء المسلمين وكيف كان شعورك إزاءهم وإزاء هذا الدين؟ في البداية بالنسبة لي كنت أحب البحث فقد اعتدت على قراءة الكتاب المقدس بالرغم من أنني كنت صغيرة السن كما تعلمت أشياء كثيرة منذ صغري لذا عرفت ووجدت في الإنجيل أنه يوجد إله واحد فقط يجب أن نعبده لذا كنت أبحث عن دينا من خلال البحث في عدد من الأديان وفي الواقع قمت بتنصير دينا واحد وكنت قبلها على وشك تنصير دينا آخر كنت أبحث عن الدين الذي يعبد الله فقط الذي يعبد الله الواحد وكان الإنجيل يتحدث عن ذلك وهذا ما كنت أبحث عنه سبحان الله إذن كنت تؤمنين بالإنجيل في ذلك الوقت نعم لكن لم تؤمن بالمسيحية كنت فتاة تبحث عن مكان للعبادة فقد كنت أيضا أبحث عن إخوة وأخوات يؤمنون بما أؤمن به فهمت أنت تتحدثين عن الإنجيل المسيحي وبالتحديد العهد الجديد وفي العهد الجديد وجدت أن الله يقول أعبدوني وحدي وحدي نعم جيد وبالنظر إلى الممارسات الإيمانية المسيحية لم تجد هذا بطريقة فعلية صحيح؟ نعم لأنهم يعبدون إلها آخر أو بالأحرى هم يعتقدون أن عيسى هو إله ونحن كمسلمين تعلمنا أن نحترم النبي عيسى وأن نوقر أيضا مريم العذراء لذلك أنا أحببت عيسى كثيرا بسبب ما يؤكده الإسلام لحب الأنبياء ونبينا عيسى أيضا وأعتقد أن الحب يطهر البشر فالله هو الحب ومع الله صالح البشرية وأنا كنت أبحث عن هذا الحب في البشر قبل إسلامي وما رأيته هو أن الناس يعبدون رسولا إنهم يعبدون من أرسله الله لعبادته يعبدون من أرسله الله ليعلمهم الحقيقة حقيقة أنه يوجد إله واحد والأنبياء أرسلوا للناس ليعلمهم هذا المفهوم وما حدث في المسيحية هو أنهم عبد الرسول هذا ما وجدته وكنت تبحثين عن الدين الذي يقوم على مبدأ عبادة الله الواحد فقط أن يعبدوا إلها واحدا صحيح حسنا على أي حال أنا أعرف كنيسة موحدة من فيها يعبدون الله الواحد ألم تعلمي ذلك من قبل هل كنت مهتمة بذلك في هذه العبادة بالتحديد لا لقد خضت بمعتقدات مختلفة وقد قضيت وقتا طويلا وأنا أبحث لدرجة أنني وجدت من يؤمنون بالقرنفل وشيئا من هذا القبيل تعجبت كثيرا إلا أنني قلت في النهاية من الممكن أنهم يحاولون تصنيف الأشياء في الواقع هناك أمور كثيرة لم أفهمها وهذه الأمور وجدتها في الأديان وبالنسبة لكنيسة الوحدة لا أعرف إذا كان ما تعنيه الموحدين لا أعرف عنها بصراحة أي شيء لا أدري ما الذي تقصده أنت أدر مني أعرف عن الوحدة إنهم يؤمنون بالمسيح غالبا كنبي أم كإله لا كإله يتفرد بالألوهية أتبعوا ويعبدون عيسى وقد كانت أختي تذهب لتلك الكنيسة وعرفتني عليهم قالت لي أن بإمكاني الصلاة وأن الجميع يصلون هناك حتى أنهم يصلون للمسلمين ويتواجدون في رمضان وشرعت أنهم سينجحوا بذلك زودتني برقمهم وطلبت مني أن أتصل بهم ليصلوا من أجلي وعندما هاتفتهم بدأوا يرددون على الهاتف الرب عيسى وما إلى ذلك بعد ذلك أنهيت الاتصال وعزفت عنهم إذن أنت ضليعة بهذا الأمر وتقولين إنه لا وجود لكنيسة تصلي لله الواحد كما هو مذكور في الإنجيل نقصد طبعا الكنيسة في الحقيقة أنا أتكلم عن الكنيسة التي قصدتها فقد كنت أبحث عن كنيسة تتبع الإنجيل ولكن في الواقع درست لي فترة مع شهود وهم يؤمنون أن لدينا ثلاث عجلات في الواقع كان كلاما لم أفهمه أيضا أما الآن الحمد لله وهو ليس ما كنت تبحثين عنه نعم وكان الله مهد ليسلم حتى عندما كنت صغيرة أخبرتك أن أول لقاء لي بالإسلام كان في المطار وفي الواقع نسيت جزءا هاما من حياتي لدي أخ غير مسلم في الواقع هما اثنان أحدهما مسلم والآخر غير مسلم وعندما كان أخي صغيرا وعمره لا يتجاوز الثالثة عشر أتى لأمي وقال لها أريد أن أصبح مسلما أريد أن أكون مسلما وأتذكر حينها أنني وصفته بالجنوب وقلت له هل فقدت عقلك لتصبح من العرب؟ ثم أجابني إنه يريد هذا كان يشاهد برنامجا عن الإسلام وفي الواقع لم يكن المتحدث مسلما بل كان من أمة الإسلام في أمريكا شهد فيلم ثم تأثر به وأصبح ينادي بذلك وقد أعجب بالرجل الذي كان يتحدث عن الإسلام فهل وكيف شعرت إزاء الإسلام حينها؟ في ذلك الوقت نعم عند بداية تعرفك على الإسلام بداية تعرفي على الإسلام بشكل واقعي كانت عندما قابلت عائلة مصرية ودعتني إلى منزلها عائلة مسلمة نعم عائلة مسلمة من مصر وطلبوا مني تعليم أحد أفرادها اللغة الإنجليزية أحد أفرادها؟ نعم الزوجة قلت لهم إنني لا أجيد الإنجليزية لكن كان يجب علي تعليمها حتى القليل وفي ذلك الوقت في الواقع كان تفكيري محدودا كنت أجهل بعض الأمور كنت أحضر لي رسالة الماجستير ولم أكن أعرف عن الإسلام لقد بحثت في الأديان المختلفة ولم أتطرق إلى الإسلام بسبب اعتقادي أن الإسلام للعربي فقط وعندما قابلت تلك العائلة لحظت ممارستهم للإسلام ولاحظت أيضا الطريقة التي يتفاعلون بها مع بعضهم كأفراد عائلة لم يتحدثوا معي عن الإسلام مطلقا لكنني رأيت الإسلام بسلوكياتهم الزوج يتحدث مع زوجته ودائما يعتني بها وهذا أمر هام في الدين حيث كنت أبحث أيضا عن دين يدافع عن حقوق المرأة ولم أجد أفضل من الإسلام ما شاء الله لأنني عندما كنت صغيرة كنت فتاة مشوشة وحائرة حتى أنني كنت أذهب إلى الماكتونلز لأطلب واجبات بورجر كينغ وهذا يفسر تفكير المشوشة فعلا وكانوا دائما يقولون لي يا لك من فتاة غريبة إذن أنت تقولين إن مفهوم العائلة والترابط الأسري والذي لمسته بنفسك لدى العائلة المسلمة جذبك نحو الإسلام كان سببا كبيرا صح؟ نعم شاهدت احترام الرجل لزوجته ورأيت كيف يعتني بها وعندما يأتي من العمل كيف يقوم هو يساعدها ويعتني بعائلته نعم لمساعدتها ما شاء الله نعم عندما كنت هناك كانت لدي غرفة وكانوا دائما يحضرون العشاء وكنت أرى كيف أن الرجل يقوم بالمساعدة نعم بالمساعدة لقد اختلطت بهم هذا موضوع مهم سنكمل بعض الفاصل أعزاء المشاهدين نستكمل هذا الحوار الممتع مع الأخت سكينة من بورتريكو بعد الفاصل ابقوا معنا يا رب لك النعم ذا المن وذشاني اهدي الناس جميعا للنور الرباني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر